السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مرحبا مرة أخرى بجميع متتبعي قناة محمد الفلالي إذن اليوم إن شاء الله كتتمت تصحيح امتحانات الخاصة بالسنة الثانية إعدادي مسلك دولي إذن اليوم إن شاء الله ارتعينا أننا نقوم بهذا الفرض المحروس الأول من السنة الثانية أو الثانية إعدادي مسلك دولي إذن سنبدأ على بركات الله بخصوص هذا الفرض إذن هذا الفرض فهو يتكوون من ثلاثة تامارين إذن سنبدأ بحول الله الفرض الأول المحروس إذن نبدأ بالإجزرس 1 إجزرس 1 la question 1 «Répondre pas vrai ou faux » et par suite on va correcter les phrases qui sont « fausses » صحيح؟ ضعيف يعني الوسع هو ذلك الارتفاع دي الموجة ثم عندنا la plaque pacifique est une plaque océano-continental يعني صفحة هذه هي صفحة قرية محيطية إذن هذا صحيح أم خطأ l'échelle de MSK est basée sur un questionnaire rempli par les témoins يعني أن السلم MSK يعتمد على يعتمد على السمارة تملأ من طرف الشهود ثم الجملة الأخيرة les ondes secundaires S sont les plus rapides يعني الموجة التانوية S هي أكثر سرعة فإذا بفهمنا الجوم لابقا دي نعطيه 3 l'échelle de Richter est composée de 9 degrés إذن فهذا صحيح donc c'est vrai إذن نعلم أن السلم Richter فهو يتكون من 9 درجات وبينما سلم MSK فهو يتكون من 12 درج إذن هذه معلومة تلقيتها في الدرس إذن نحن شفناها دابا donc la phrase 2 لند primaire P est caractérisé par un faible amplitude يعني أن الموجة se lit pour P فهو يتسميز بسرعة أو ببسع ضعيف إذن فهذا صحيح إذن لند P est caractérisé par un faible amplitude لند S caractérisé par un amplitude موين لند S est caractérisé par un grande amplitude إذن نعطيه نحن أعطيه نام 3 La plaque pacifique est une plaque océano-continentale C'est fou, pourquoi ? Parce que la plaque pacifique est une plaque océanique C'est-à-dire qu'elle est composée seulement d'une partie qui est océanique Donc c'est une plaque océanique, ce n'est pas océano-continentale Comme la plaque Nazgat, c'est une plaque océano-océanique Ça y est ? Maintenant la quatrième phrase L'échelle de MSK est basée sur un questionnaire rempli par les témoins C'est vrai ! Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai ! C'est-à-dire qu'ils ont mis un petit désolat Donc quand ils ont mis un petit désolat, ils se sont mis en place dans le temps Ce sont les gens qui deviennent et les témoins ou les témoins اللي عينونا دك الزيزال وكي بدأو يسولوهم معايشو قع الزيزال شنوح سيطو إلا غير دالي ولكن هات السولة مابقناش كنخدموه بي ستغنين على هات MSK وبدينك نخدموه داباب لأشياء در اختار سايه la cinquième phrase et la dernière لزند سيقندر S ساللي بلي رابيد سي فو pourquoi كار لزند بريمار بي ساللي بلي رابيد يعني الموجات الأول يبقى هي اللي كتمتاز بوحدة سرعة كبيرة بينما لزند سيقندر S سان كاركترزي بار إن فيتاس كي يموين فيتاس يعني سرعة متوسطة اي لزند L دولنغ سان كاركترزي بار إن فابل فيتاس سرية إذا دا باشفنا تصحيح ديال السؤال الأول من تبريل الأول إذا كم باكتشوفو فأنه متحان جد بسيط للغاية إذا فقط يجب عليكم التركيز التركيز إذا بالنسبة نقول بالنسبة للناس اللي تتعبونوا جداد أنهم ما يتسلسوا وشأن هذا الفيديو يبرتاجيه مع لزامي ديالهم باش تكون الاستفادة عامة هناك تلميذ كنشوفه نفي دي جروب وكنشوف أنهم تقلبوا مثلا كن على دعم أو على امتحانات ولكن ما كنلقاوش تنتا ما تكونش تنتا ستبارتاجي هذا الفيديو باش تنتا تشارك في هذا الخير ان شاء الله الاصديقاء الناس الجداد ان شاء الله إذا إحنا ديما معكم إحنا دي مقال ان شاء الله مستمرين حتى حتى نعيئه إذا نكمل إن شاء الله هاد الإجزيرس 1 غدين مره مباشرة للسؤال الثاني إذا السؤال الثاني هو أننا غدين عطيه بعض لديفينيسيون يعني يعطينا بعض لترم ونعطي لترم غدين عطيهم لديفينيسيون صحيح؟ يعني غدين عطيه تعريفات المصطلحات اللي عطيونا من خلال هاد الامتحان إن شاء الله صحيح؟ ومن خلال loss ا 재� الطاق ومن خلال الدفيتم ومن خلال ضمن اهلا في نسبه 하겠습니다 لت full الدفيت بخلص لتشاهد יזيون يعني يعطي ، يُعبي الزِلْزَر سيزم السيزم هو الزيزار ونحن نحن نجيو ترميك يعني الدراجة سايرية سايري؟ وينه ما سيزم؟ لا تفكروا فيها أو أعنى دوزو انشاء الله سا فئ؟ سيزم سان دسوكو ستدريك بريتال دوكور دريك بريتال دوكور ديريك وين دسيزم أو بيان ترمب الموت دوكو سان دسوكو سيزم سيزم سيزمز Ou تنظر سيزم حصرت سيزم سيزم السيزم السيزم سيزم تنظر سيزم نعم سيزم السيزم مسر ينظر أثناء في المطلوب أو السلبة أو أو النقر الأردية يسكن تحت بي منتقره إذا كان ليس چهويا ويساعدكم في الحصول على نقاط جيدة فهذا هو السيسموغراف هذا شيء بسيط للغاية إذاً 8 أو 10 مقاط لا يجب أن نضيعها فهي جدا سهلة إذاً بلنسبة لي ما زال لا تدوزوش الفرض الأول محروس فهذا فرض يشامل ويساعدكم في في الحصول على نقاط جيدة جيدة اسم هذه الفيديات نقاط جدا تصرم ودينا تعالى على اخلط على أخلط على أخلط على اخلط ودينا التصوير على سهلا الشيخان الأقرار بوời تت語 расقرأ بالتلاوت و المثان لاحن بالتلاوت الآغر стран الموسوط وبما تعامل summation هل القي largo في الجزيز يوonst callار قرأ الموسوط أو أعضب الآغر موسوط الع الأنية التي من المسوط لقد قلتها صحيحا بجو جانب صحيحا سسمومتر أو bien سسمograph ça y est maintenant on passe directement à l'exercice 2 donc nous avons terminé l'exercice 1 maintenant on passe à l'exercice 2 donc voici l'exercice 2 l'énoncé le document le document suivant représente la carte sismique l'exerciceisme à l'asnam يعni هاد l'charita ou هاد l'watiqa que t'esbrez na l'charita zilzalia b'nsebe l'zilzal d'iel l'asnam l'asnam ouhie mâdine 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 d'eau l'âdine 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 الخرائط الزلزالية سمحولي راني مروحتي شوية كنا تقدر إذن بواسطة ماذا تنجز الخرائط الزلزالية إذن عندك جوش خطيارتي إما لشيل MSK أو بيان لشيل ريخسر تخوى تخوى يعني حديد الشيطة الزلزالية يعني على مستوى مدينة لالجيري مدينة أوران يعني أهران يعني ايش حالك تساوي شدة الزلزالية بمدينة الجزائر وبمدينة أهران فقط نعطيه ورقم كل شيء عندك في الوثيقة كيف تتغير شدة الزلزالية كيف تتغير شدة الزلزال على مستوى المتاقة المرقمة بـ 9 المدينة التسعة هي مدينة الأصنام كيف تتغير كلما بتاعدنا من الأصنام شنوك يوقع الشدة الزلزالية 5 كيف تتغير الانتسعة هي مدينة سيسمية يعني حديد او احسب الشدة الزلزالية حسب السلم رغتر في مدينة الجزائر نحديدوش حالك تساوي الشدة الزلزالية بمدينة الجزائر حسب السلم رغتر 6 كيف تتغير الانتسعة كيف تتغير الانتسعة كيف تتغير الانتسعة ما هي المنطقة التي عرفت أقوى شدة الزلزالية وماذا تسمى كيف تتغير الانتسعة كيف تتغير الانتسعة كيف تتغير الانتسعة دي إز Ogسيست يعني مونحاناية سيز�리 دي إز Ogسيست سعراك عن حين وظنтов، BON دي لاجي الإلجيري أحين الإلغيري تريقória بالخمسة دغري إنس을 الإصمم جد من حال ذنع إن العavoين هي 0.5 نكوس المشترك من الطبيب جد زلزل تنخفد هل تعلم؟ هذا يجب أن تقلق الانتنسيتي سيسميك سلو اللي شير دوريخسر دور الفيضة الألجيغي لدينا العلاقة هي كالتالي أنا أم تقال 1 بلس 2 فى إي سير 3 حيث إي هي شدة الزلزل حسب السلم إماسكا و عندنا في المدينة الألجيغي لدينا شدة الزلزل هي 4 دو قد نعوضو دكتلق إي قد نعوضو إي بخمسة و قد نعوضوه في العلاقة 1 زائد جوجف خمسة على ثلاثة 1 زائد جوجف خمسة هي 10 على ثلاثة هي 3.33 و نزيد عليها واحد نحصل عليها هي 4.33 سلون الإشارة ريختر صحيح؟ الثاني رأي كالي رجيون على بلس 3.33 إذا شنو يالمنطقة لديها أكبر قيمة أو أكبر شدة الزلزالية إذن عندنا في الوثيقة هي الأصنام الأصنام عندها تسعود صحيح؟ تسعود الدوغري سولون الإشارة أماسكا و شنو كنسمي هذه المنطقة؟ اللي عندها دائما أكبر قيمة كنسميها لإبيسانتر كنسميها لإبيسانتر هي المركز السطحي المركز السطحي إذن هاي الأجوبة عند كنف على الشاشة إذن السؤال الجواب دي السؤال الأول ليزوسيست الجواب دي السؤال الثاني ليشي الأمسكا؟ السؤال أو الجواب دي السؤال 3A خمسة ديال الدراجات 3B عطنا 4 ديال الدراجات الجواب ديال الكيسيون 4 لغس كنسلوين دولازاني ميغوتي طيب ديال الدراجات لغس كنسلوين دولازاني ميغوتي طيب ديال الدراجات الجواب دي السؤال الخمسة عندنا أم تقال 4.33 الجواب دي السؤال السادس عندنا سيلافيل دالأصنام 90 دقري و كنسميها إي سابل الإبيسانتر كنسميها المركز السطحي صافي؟ إذن ده بقنا آخر ثمريين ثمريين أحاول تمريين إ Standing لغسكس 3 لب أجب adalah أجب اعرفة الداخل الم universesة عندما зв Grö Learning وأعرف الله وأعرف الله معظم هاتك تاريّة لكم على ان اسم؟ Renaultوات الأميركيس المعينة تاريّة لكم على الإctام تاريّة للمعينة تاريّة للمعين eイ atlantic تاريّة لكم على سمlamation م에도اريا لكم على سم unsure كيفية البقاء و لا أن يطلب ، يhas الإجراء القانون يخصيبًا الشعاب القانون أمثل الوحيد جديدين ما هو حركة التباعد أو حركة التقارب نحن نعرف أن الحركة التي تكون بين أفريقيا و أمريكا الجنوبية لن أجد الحركة التباعد يعني حركة التباعد يعني رغمي لغة البروما هل حكث معكم إذا أردتكم بفضل اللعاء الأفرق الأفريق السلور والأشياء للع squishyاني أو للتصاري الأفرق الأفريق السلور هذه العديدة والتصاريتي تحديد وهو النظاري والتصاري إنه إلوانيوم إنما كنت تتلقى سيكون حسب إذا عندما ي theirs هنرهي فكرة الفيديو هذا. إذن اللي عندوشي تساؤل و اللي عندوشي سؤال ما ينساش أنه يوضعوه في التعليق. وإن شاء الله غيره غادي نجيوبوه في القريب العجيل. إذن أتمنى لكم التوفيق والنجاح. وإن شاء الله كما قلت مرة أخرى اللي عندوشي سؤال ما ينساش يوضعوه في التعليق. وما تنسوش أنكم تبارتعجيوا هذا الفيديو باش تعمل فائدة. إذن أتمنى لكم مرة أخرى النجاح والتوفيق. وإن شاء الله موعدنا إن شاء الله في فيديو مقبل بحول الله. إلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله. مع السلامة. اشتركوا في القناة.